سباح وخير مستمعيني الكرام تحية طيبان الجميع وبداية أسبوع وثاقة في عدد هذا اليوم من برنامج ضيف الصباح سعدوا فيه باستضافة رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي البروفيسور كامال سنهاجي سباح خير بروفيسور مشكلة ترمية الدعوة سباح الخير سيديتي وسباح كل مستمعين القناة الأولى لإدعاء الجزائري نعم شكرا لك بخوفيسا غير بخوفيسا سنهاجي ميروس كوفيد-19 يستمر في إثارة الرعب وفاة طواعده على دول العالم ما هي قائدكم لتطورات وضعية ببلادنا وأنتم كنتم توقعتم أيضا حدود فوجة رابعة في بلادنا قبل هذا من خلال هذا البلاتو في أوت الماضي هل ستكون خفيفة أم شديدة على غير الموجستات تتفقدت المهمة يعني المعطيات فيما يخص والمؤشرات فيما يخص بروز الموجة الرابعة موجودة وهي في البداية ولازم دائما نقرن فيما يخص الوضعية العالمية المؤشرات الموجودة والحالة الموجة الرابعة في الأوروبا موجودة حاليا وهي في تساعد شو فيما يخص كل المؤشرات فيما يخص حالة الاستشفاء والعدوى وإلى آخره موجودة ولكن الاستدام في البلدان التي لقحت على مستوى كبيرة من التلقيه 70% إلى 8% نرى حاليا بأن معطية جديدة هي إنفصال بين العدوى والوفيات الإستدام ظهر بأنه هو أخف خفيف البلدان الأوروبا إذن أعطتنا برهان بأن التلقيه عنده عنده فعالية فعالية مبرهانة علميا على خطر الشيء إذا كنا بدون تلقيه دائما الإصابات متوازية مع المتناسبة متوازية وتترافع ما ترافع الوفاية تترافع ما ترافع الإصابات ولكن المعطية الجديدة العلمية وبرهنت عن طريق المنشورات العلمية الجديدة وهي انفصال بين هذا التوازي ولو الإصابات كان موجرة خامسة في أوروبا ولكن الوفايات تلقص هذه المعطيات الجديدة إذن الحالة الآن لقرنه في الجزائر كنا بأن بدات الموجة الرابعة بدات تأكيدا أم على وشك البداية يعني هي حقيقة في البداية ما هي المعطيات التي تؤشر أن الموجة الرابعة في البداية ما هي المقاييس المعتمدة هي الإصابات لم ترتفع تتدب دب وتتردد شيئا ما في بعض الأيام تسعد بكمية معتبرة وفي الأيام الأخرى لم تتغير إذن لأن الأطفال نزاز متحكم فيها لأن الفيروس لم يصل بقوة حاليا وهو الفيروس يسيقل يعني يتنقل ودائما الخبرة لأيضا استدجنا 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 عبر الدراسة الأخيرة وقلناها في بعض التقارير الأخيرة بأن المعطيات بأن هناك لاحظنا الآن أرنا في سنتين دورتين للفيروس وشوفنا بأن ودرنا التحليل هذه الموجهات وكيف جاءت وإلى آخر كمية الإصابات وإلى آخر شوفنا بأن عندنا ديكالاج بكين فرق بين عندما تصل الموجة مثلا في أوروبا عندنا مهلة وتصل إلينا دفاس أوتوماتيك بعد شهرين تقريبا شهر ونص شهرين تصل إلينا إذن عندنا هذه مؤشرة مهمة باش نستطيع باش نستعملها كستراتيجية للتصدي ووضع كل آليات إذن هذه يعني الأسف لو كان هذا المهلة استعملها لما يخص وجود اللقاحات يعني ستطلب بيانو كان هذا شهرين هذا ولو كان استعملناهم في التلقيح لأن التلقيح اللقاح لا يوجد فعالية آنية لا يوجد كما الدواء تحكم عنده تصويت آنية لابد على الأقل شهر أو شهر ونص لتساعد المناعة والمضادات وإلى آخره إذن سألت نحن نحن فصل الشتاء ديسامب إلى جنفير والفيروس مع الأسف يحب هذا الفصل هل هل فيروس تلت نعم حاليا في أوروبا 100% هو دلتا وهذا مبارهن بالسيكنصات يعملون تحليل الجيني ونظن حتى في الجزائر حاليا بدأ ويستعمل هالطريقة وهذا التحليل بأن نظن أكتر 91% 92% دلتا في الجزائر وهذا دلتا نحن 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 مع الأسف به وربما وما زل لا أشعر بأن كان متحور آخر يعني هذا دلتا هو مسيطر الدومين سيطر دومين خدأ مكان المتحور الأخرى السابقة إذن سيطر إذا كان نبقينها في الدلتا لأن الاستعداد موجود فيما يخص الاستشفاء فيما يخص هذا الدلتا عنده خاصية كارثية الأكسجين التي عشناها في الصيف إذن هذا النقطة نظن بأنها تكفل بها وإلا إذا كان ربما إذا كان متحور آخر ولكن ما كانش حاليا إذا كان متحور آخر ما نقدرش نتحكم إذا كان عنده خاصية جديدة ما نحرفوهاش إذا كان تكفل كما قلت السيدات تكفلت بها ولكن ما نقدرش نتحكم إذا كان فجأة كائن خاصية ليفيوس متحور آخر جديد ستوقعون أن الموجر ربيعة ستكون أكثر شدة ومأقل شدة ثابتة كنت نقارن فيما يخص البلدان الأخرى لازم نعبسكو نحن الوكالة الوطنية لأمن الصحي استشراف وخبرة ودراسات تقارن تحليل الصدمة عندنا الآن لابخوف عندنا الدليل بأن الصدمة لا تكون قوية عندما يكون تلقيح قوي وهذه نعرفها في أوروبا الآن حاليا الوفاية تقلصت بأكثر من 90% ما لو تكون إصابات جديدة بالصح ما يكون وفاية نحن في الجزائر الآن التلقيح بدام لح ولكن حملة التلقيح لم تبقى الإصابات شيئا ما توقفت يعني تعبطلت وترددت وهذا المخيف فيما يخص الموجة الرابعة إذا أصابتنا سوف تكون فيها إصابات مهمة ووفايات ولكن فيها بيتترام بيتترام ويكون بلك أقل شوية من الخطورة الكبيرة لماذا بسبب الملقحين فقط إذا كانت لكم تلقحين عدوكم الريحين شوية رفعوا اللي رح نقلصوا من الخطورة تعصد مال تعلمو جل الرابعة إذا ولكن تلقيح ما زالوا ضعيف كيف يمكن بلوغية توصيقة المرحلة القادمة لأرغم المترة التلقيح كيف يمكن بلوغ المناعة الجماعية في ذن تردد الكثيرين عن التلقيح المناعة الجماعية هي خيالية حاليا لا نصل إليها يعني عمليا في هذه الوضعية من لقحوش عوزوف إلى غري ما تكون منع الجماعية المناعة الجماعية موجودة بصفة نظرية نعرف إحنا في علم المناعة إذا لقحنا كل الناس لنصل إلى مناعة جماعية عندها تأثير مبرهنة ولكن حاليا إذا كنا نلقحه برد برد بشوية 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 نزيد عام عام في عشرة يام زوج بلايين في مئة مهات مهات صنجور مئة يوم نلقحه عشرين مليون وكان وصلنا للمناعة وكان وصلنا لذلك الفئة التي كانت في الأول قلنا عشرين مليون مسادف وكان وصلنا فيهن ثلاث مواء ثلاث مواء ثلاث مواء حاليا هذا الحساب عشر مليون مسادف بالنسبة إلى المتحور الفلول البريطاني الذي كان مسيطا ومعاد جاءت تسوي دلتا يأخذ بلاستو ودلتا هذا لديه نفوذ وعنده عدوة كبيرة الحساب لا يوجد هذا حساب الخاص البيولوجية على الفيروس لدينا مؤشرات لوتو البيان وإنه يجب أن نفوذ 36 مليون مستهدفة لكي نصل إلى مناعة جماعية معتبرة أكوز دلتا إذن الآن قلنا نلقح 11 مليون إلى غلوم مئمي ولكن هذا دلتا زاد عقد الأمور وارتفعت وارتفعت النسبة لكي نلقح المستهدفين والمناعة الجماعية لا يوجد 50-60% متعاول لولوي بالصحر معها دلتا المناعة الجماعية لازم على الأقل 90% التلقيح التغطية اللقاحية لكي نصل إلى ما يسمى المناعة الجماعية الآن نحن في بواجر الموجة الرابعة الأولى لا تستطيع أنه بدأت ويجب معها رفع وترقيح هكذا هذه لازم أوتوماتيكيا لازم نتسارع باش سباق سيفين كوخص بين هذه الموجة التي دخلة والترقيح هي الموجة دخلة أم دخلة الموجة دخلت دخلت ولكن في بداية الدخول يعني دخلت ولكن لا تستطيع الموجة لا تستطيع الموجة الإصابة تستطيع الموجة لازم كائن حاجات أخرى لازم الفيروس يصل كائن كائن كبيرا 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 لان كبيرا مجل عدد عشر أشهر عشر أشهر من ظهور اللقاح لا يزال بعض يشكك في فعاليتها رغم أنه فوائد اللقاح تفوق بكثير الضرر اللقاح هل الآن أمام هذه الوضعية يمكن أمام حتمية اعتماد جواز تنقيح للتقليل من الإصابات كما تقول للمواطنين والله العظيم بأنه علمياً اللقاح برهن الفعالية واللقاحات بصفة عامة في العالم هذه قلصت من الوفايات لأخذ الخمسين سنة الأخيرة لمغتلتين قلصت بخمسين في المياه فيما يقص الأمراض المعدية لماذا؟ بفضل اللقاحات لقاحاتها جبت فائدة كبيرة فيما يقص أمل في ارتفاع الموت لأننا نعيش أكثر وهذا بفضل كل المزيور الجنمية وخاصة بالتلقيحات وصلنا إلى هذا البروغري وإلى هذا النتائج وهذا الشيء المفيد ولكن إذا بقينا في هذا سوف نصادموا بكارثة إذا لم نقحنا بصفة مهمة وطبعاً لأن المواطن لأن المواطن هو حر حتى يكون لديه سلوك حتى يكون لديه سلوك حتى يطلع على ميون ما يوقف نوفق بين حريث المواطن في أخذ النقاح وبين حماية الأمن العام والأمن الصحة العمومية نصبغاني بصفة بداؤوجية لا يجعلون الناس يطلعوا بواحدهم لكي يعرفوا فوائد يقرأوا ويسمعوا 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 المختصين لا يسمعوا الأخبار الموزيفة والغالية إذا 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 كان الخطر كبير الحرية نعرف ما هي الحرية ولكن الحرية لا يوجد مقبولة إذا كان واحد يسبب خطر يهدد صحة الأخرين إذا يعني بصفة عقلانية باعتبار ما قلت يعني ما نكونوش محال باش نسبب عدوة نعدي ناس أخرين هذا يقدر 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 بصفة بصفة غير مقبولة غير 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 مقبولة نعم عملنا دراسة وشوفنا فيما يخص مواقع في البلدان الأخرى بالمقارنة وهذا من الأحسن باش يكون اقتراح باش تكون آلية كيفاش نتخلص من هذا الوباء ونرجع الحياة العادية ونحن نتخلص ونحن نتخلص باش نتخلص باش نتخلص باش نتخلص بشيئة نهاية التي تستقبل الجمهور يعني الموظفين يكونوا ملقاحين بس عندهم احتكاك بالجمهور والجمهور اللي راح يدخل في هذه المرافق العمومية حتى هون مجيش مع فيروس وهذا بطريقة الجواز الصحي ممكن باش يعني يمكن احتبادوا ايضا في الجامعات في الجامعات في المستشفيات في الولايات في البلديات في قاعات الحفلات وفي المدارس وعلى آخره لازم تكون طريقة تكون حواجز لانه هي الطريقة الوحيدة في نفس الوقت يجعل حاجز بينه وبينه الحفاجز هي الحاجز وثانيا في نفس الوقت يكون الإجراءات في نفس الوقت يمكن الحاجز يمكن الحاجز المنطقة بالطريقة ما هي توقعات المستقبلية بالنسبة للدراسات حول هذا الفيروس؟ هل سيستمر حتى 2020-2023 أنه سيختفي نهائيا؟ إذا لم نلقح فورا بصفة معتبرة بكمية كبيرة عدد كبيرة من الملقاحين الموطنيين سوف يتردد ويبقى ويكون موجة رابعة خامسة أو ساديسة الموجة الارتفتحة ينخفض لماذا؟ لأن في نفس الوقت أن الناس سترددها تلقح بشوية بشوية وهذه مع الوقت ولكن هذه السنين سوف تتردد وتستمر وتعود كل سنة ولكن الأخر الارتفتحة يكون قليل لأن التلقيح يمشي ولكن يمشي بشوية ورائح هذا يرجع كما نقري كما نعود كل عام نحن لا نلقح كل عام ولكن هذا منك من يذهب إلى هذا الطرح الآن أنه بين سيناريات مطروحة أنه يبقى كذيروس موسمي كل سنة يجيب تلقيح لا يجب أن يكون من الأحسن لكي لا يكون حتى موسمي ويكون ينطرد بصفة نهائية وهذا يجب أن تلقيح يكون تلقيح بصفة متسارعة ومهمة جدا جدا ما هي الألية التي تلقيح هي ذهر إلى البصامي؟ هذا هو الحل الوحيد إذا كان الناس لا أحب أن تفهم بأنها تدير ضرر وهذا غير مقبول يكون بطريقة مقننة نحن لا نستطيع أن نرغطه على كورسي ونفعله تحقين لا، ليس هذا الحرية ولكن لا نستطيع أن نتعديل أخرى هذا الحرام نعم، سيكون هناك جلسات الوطنية للصحة لأجل إقامة إعادة أو إصلاح المنظومة الصحية في بلادنا من أين يجب أن نبدأ حتى تكون لنا منظومة صحية قوية؟ هي منظومة صحية، الوكالة الوطنية للأمن الصحي عندها يعني فيما يخص مهمها عند هذا الجهة يعني الآن الورجنس هي الوباء والأمراء ولكن المنظومة الصحية أنتم تقومون الآن، قلتم أن عندكم استراتيجية تحقيقات الوبائية؟ تحقيقات الوبائية؟ تحقيقات الوبائية؟ نعم، عملنا الدراسة ورفعناها للرئاسة الجمهورية فيما يخص حوصلة، فيما يخص هذا الوباء، والموجات هذه المدة عامين، وشفنا عملنا تحليل دراسة يعني معمقة، وكل هذه التدخلات، باللظام الحجر، عندها فعالية كبيرة، عندما يعني شاشاك فوا، قرمنا كل هذه البريودة، وين كل حجر؟ ولو ساعة، كي نزيدوا ساعة، يعني يكون أحسن يعني قدرنا، يمكن نعمل الحجر؟ يمكن إذن، لازم إذا كان اقتضى الأمر، وتوقع كارثة، وين الناس ملقاحة، وزيد الفيرس يدخل بهجوم، وزيدنا كما عمنا، كما يوقع في الصيف هذا الدلطة، نحن المعطيات العلمية، راح تكون تشير بقوة، بأن في خاطر، وهذا قرر سيادي، ولكن رئيس الجمهورية، يعني هو دائما يشوف المؤشرات العلمية، يعني هذا بصفة منطقية، بكعة مشكلة، هو يعني، هو ليخد قرار، ولكن يخدوه على الحساب بالمعطيات العلمية، هذه، هذه يعني ما في حتى شك، إذن، نقول بأن الوضعية هذه، فيما يخص سيدتي، كنا نتكلم عن المنظومات الصحية، احد المنظومات الصحية، كما تزيل من المنظومات الصحية، والحديثة، وما رحيش يعني ان تكون الاصلاحات تكون دائما على حسب تاخذ باين الاعتبار الحاجيات المنطقة والمواطنين وتاخذ باين الاعتبار الاليات الحديثة فيما يخص الاستعمال المعطيات وكي تكون عندها جدوى كالذكاء الاصطناعي والاحصائيات وكل هذه الامور تدخل بعين اعتبار وسوف تكون الية في تفعيل المنظومة الصحية المقبلة شكرا جزيلا لك رئيس وكان الوطني الصحي فروفيسات كامال سنهاجي على كل هذه الاطراءات القيمة شكرا سيدتي شكرا